طيب هنكمل مع حالكم وقبل ما نتكلم عن الأخبار والأخبار خاصة بالبريمو النهاردة كنت بتكلم على الكابتن قسامة نبيه واللي يمكن قام بدور في المقشين اللي فاته كان مهم جدا عملية التجهيز اللاعبين وإعادة ثقة لهم في فترة ممكن تكون صعبة جدا لحين طبعا وجود مدير فني جديد دي كانت مهمة جدا وفترة مهمة جدا بالنسبة للزمانة كان ممكن الأمور لو مش مزبوطة كان ممكن تلاقي الفريق بيخسر أو بيبقى فيه نزيف نقاط بالنسبة له سواء في الدوري أو في حتى في بطولة أفريقيا كانت الأمور هتبقى صعبة جدا لحين وموجود المدير الفني الجديد واللي هو لما بيجي برضو بياخد وقت من الزمن عشان الأمور تبقى ماشية بطبيعتها غير لما ييجي والفريق كذبان والفريق منظم والفريق فيه بعض الأمور اللي ممكن الحالة النفسية اللي فيه تبقى كويسة دي بتفرق كتير جدا جدا بالنسبة لأي مدير فني جاي على فريق بيكسب والأمور بالنسبة له مستقرة وده لازم برضو يعني ندي له حقه كابتن قسامة نبيه فيه المبريتين اللي كان متواجد فيهم كابتن قسامة نبيه وبالتالي يعني شخصية زي ما بقول حكم كنت بقول هو منظم جدا مدير فني أو مدرب مميز عنده للعامل النفسي بيعرف يتعامل معها قريب من سن اللعبين بيقدر برضو يوصل لهم حاجات كتير فكرة التنظيم بالنسبة له قلت إن هي هيلة وكمان هو أصلا كان إعلامي سابق وبالتالي كمان التعامل مع الألام واضح فيه كمان إيجابية بشكل كبير مع كابتن قسامة نبيه في التعامل مع الألام وده شيء برضو لازم يحسب له في الفترة اللي قضاها كمدير فني أو قائم بأعمال المدير الفني وهنا هنتكلم على فريرة اللي هو يعني كان نهاردة كان الراجل بتفرج على الماتش النهاردة من المقصورة وكان موجود كمان بالصدفة ميستر كيروش اللي كان بيتابع اللقاء وكانوا بيتكلموا طبعا هم بلديات وبالتالي علاقة جيدة الكرة البرتغالية أو المدرسة البرتغالية موجودة في الدور المصر بشكل كبير في فترة من الفترات بأننا بنعتمد عليهم بشكل كبير دي الصورة أمام حضراتكم والكلام عن الفترة القادمة وأكيد يعني مستر فريرة كاسم كبير في الكرة أو في التدريب بشكل عام في العالم وفي نفس الوقت كيروش برضو أكيد برضو بنتكلم على المستقبل القادم بالنسبة ليه المنتخب ونادي زمالك أكبر أندية في مصر وعلى الجانب الآخر النهاردة برضو عندي خبر خاص بكابتن ديالسايد وكان متواجد فيه وهو وجهازه كان متواجد فيه التدريبات النادي الأهلي يعني فيه عملية حركة بالنسبة ليه الجهاز الفني للمنتخب باستعدادة إن شاء الله للمنتخب مصر هكلمكم على فريرة وتأثيره وليه فريرة ممكن الكلام برضو عن فريرة لازم يبقى كتير ممكن الولاية التانية أكيد مش هتبقى بالسهولة اللي كانت موجودة قبل كده بالرغم إن كان في الوقت ده برضو الأمور كانت صعبة ولكنه فاز بالدوري والكاس في الوقت اللي كان فيه 2014 و2015 هتكلم على فريرة وتكملة عن نادي زمالك عشان خلاص الرجل هيبتدي تمرينه من بكرة مع نادي زمالك لكن خلاص الرجل هيبتدي تمرينه من بكرة مع نادي زمالك